بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم معكم شادي عبدو من شركة بوينت ريدر جروب مع تقرير بداية الاسبوع هنبدأ كالعادة مع اليورو مقابل الدولار الامريكي على الفاصل الزمني للاربع ساعات السيناريو الحالي تقريبا بنسبة كبيرة جدا مشابه لسيناريو الخاص بيوم الجمعة الزوج مازال يتداول اسفل واحد فاصل عشرين ده عبارة عن مستوى مقاومة قوي نتكلم في من تسعتاشر اربعين لواحد فاصل عشرين طبعا هننتظر او مازلنا في انتظار بعض الاشرارات السلبية اللي ممكن تدفع الزوج لهبوط خلال الفترة القادمة الى واحد فاصل تمنتاشر خمسين واحد فاصل آآ تمنتاشر ولكن الكلام ده هيبقى مشروط باستمرار التداول اسفل واحد فاصل عشرين خلانا نرفع الحيز شوية الى واحد فاصل عشرين لان ده تقرير او تحليل على المدى المتوسط طبعا بعد كسر عشرين واحد فاصل عشرين صعوضا ده السيناريو البديل في حد يعني حدوث كسر ايجابي اعلى هذا المستوى ده ممكن يدفع الزوج لمزيد من الصعود الى واحد فاصل واحد وعشرين ننتقل الى الاسترليني على الاربع ساعات برضو نفس السيناريو نتكلم في الرنج ما بين الاربعة وثائتين لاربعة وثائتين خمسين زي ما احنا شايفين قدامنا الزوج مازال يتداول اسفل هذه المنطقة وهي تعتبر منطقة سلبية ننتظر بعض الاشارات السلبية طبعا الزخم ده بيدول على ان هيحصل فيه انفجار في الوقت القريب ان شاء الله بس احنا بنتوقع له هبوط طالما استمار التداول اسفل اربعة وتلاتين خمسين ان شاء الله ده ممكن يدفعوا الهبوط الى مستوى الواحد فاصل آآ تلات وتلاتين واحد فاصل اتنو وتلاتين خمسين ان شاء الله ننتقل بعد كده الى الكندي على الاربع ساعات يعني هو هنا آآ قدر ان هو يوصل لمستوى دعم قوي سابق وهو مستوى تسعة وعشرين تلاتين لحد السفل القناة السعرية الهبوطة ممكن ان هو يستعدل يعني ممكن نعمله كده يبقى بالمنظر ده وبالتالي ان هو بيدعم الزوج لمزيد من الصعوب بيدعم الامريكي مقابل الكندي للصعود خلال الفترة القادمة مبدئين الى واحد فاصل تلاتين خمسين ان شاء الله تعالى ولكن هيبقى الكلام ده مشروط باستمرار التداول الاعلى تسعة وعشرين تلاتين اخيرا مع الذهب على الاربع ساعات يعني هو كسر الاسبوع اللي فات مستوى الالف وتمنمية وحاليا بيتدول اسفل منه ولكن بدأ يقترب منه بشكل يعني مش محبب يعني فانا شايف ان انا في الفترة الحاليان نتابع الذهب يعني لو عملنا زوم ان كده هنشوف ان هو بدأ يقترب وبقوة من مستوى الالف وتمنمية هل يظهر اشارات سلبية ده السؤال هل يظهر اشارات سلبية اسفل هذا المستوى ويحصل هبوط من هنا ويبدأ ان هو يستكمل هبوطه الى الالف وسبعمية وسبعين مثلا خلان نتابعه نشوف ايه اللي ممكن يحصل ولكن مستوى المستوى المحودي الرئيسي لهذا الاسبوع هو الالف وتمنمية استمر تداول اسفل منه معناه هبوط الى الالف وسبعمية آآ وسبعين اما في حالة كسر صعودة نحن احتاج تأكيد بشمعة اربع ساعات على الاقل لتأكيد صحة الاختراق ولكن بعد الكسر الاف وتمنمية حيبقى لا يتعدى الالف وتمنمية وعشرين هتمنى يكون التحليل واضح لمزيد من التحليلات والتحديثات تابعونا على قناة تليجرام الخاصة بشركة بوينت تمنية بالتوفير للجميع والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة